اشتركوا في القناة شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال متابعين الكرام في الأردن أسعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم نسرة الأحوال الجوية الرئيسية بعدما تأثرت المملكة صباح هذا اليوم على وجه التحديد بمنخفض جوي كان عميق ومصنف من الدرجة الثانية هطرت بحمد الله كميات كبيرة من الأمطار في أوقات قصيرة بلغت في بعض ماتق فيما يتجاوز 25 مم مثل غربي العاصم عمال مرتفعات عجلون وجارش مرتفعات البلقاء حتى شملا في إربد في الكرك مثلا حول 25 مم هناك ميات جيدة جدا بحمد الله من الأمطار هطرت في مناطق عدة كما وهبت رياح شديدة بلغت أقصى سرعة لها في المنطقة الجنوبية تحديدا في منطقة إمعان بسرعات وصلت إلى 124 كم في الساعة في محطة رصد الجوية خاصة بتقس العربة بتاليها ليست رسمية وكان هناك العديد من الأضرار في بعض المناطق في الرأى هذه الرياح كما تشكلت عواصف ترابية شديدة في عموم المناطق الصحراوية وتراكمت الأترب والرمان في بعض طرقات المملكة صور الأقمار الاصطناعية تقريبا تشير إلى أن كميات السحب والغيوم التي أثرت على المملكة خلال ساعة الليلة الماضية وعبرت أجواء المملكة وجلبت محة الأمطار وأيضا الرياح شديدة قد تحركت باتجاه الشرق مقتددا تماما مع المنطقة مع حركة المنخفض الجوي وأصبحت المنطقة الشرقية للبحر الأبد المتوسط بما فيها المملكة خالية من تواجد أي سحب وغيوم هامة بعدما رحل هذا المنخفض الجوي نحو الشرق في حين اندفعت عواصف ترابية إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية خراءة الضغط الجوي تشير إلى تقدم مرتفع جوي من الغرب من السواحل الشمالية لمصر باتجاه المملكة مع استمرار اندفاع الرياح الشمالية الغربية باتجاه المملكة التي قد تكون نشطة بعض الشيء ولكن دخول هذا المرتفع الجوي نحو المملكة يعمل على فرض أحوال جوية مستقرة بشكل عام بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين يتوقع أن يتقدم منخفض جوي قادم من الجنوب باتجاه المنطقة وهو منخفض جوي خمسين آخر وبالتالي يتوقع حدوث ارتفاع جديد على درجات حارة بمشيئة الله تعالى اعتبارا من يوم الأحد ويوم الاثنين بمشيئة الله تعالى الأحوال الجوية هذه الليلة أجواء باردة جدا درجات حارة ستنقلب بشكل تام تصبح متدنية درجات حارة خمس درجات موية الأجواء رطبة هناك احتمال بتشكل السقيع في بعض مناطق البادية والصول الشرقية وجبال الشراء حيث تكون الأجواء هناك شديدة البرودة بشكل عام نهار يوم غدا تكون درجات حارة أعلى مما سجلت درجات حار نهار هذا اليوم لكنها تبقى حول معدلاتها المعتادة التقسي يكون بارد نسبي بوجه عام نستعرض معكم درجات حارة العظمى المتوقعة غدا فتسجل أربعة عشر والصغرى تسع درجات موية يوم الأحد ارتفاع على درجات حارة تصبح ثمنتاشة درجة موية والصغرى خمسةاش مع ظهور كميات كبيرة من السحب والغيوم يبدأ تأثير من خفض الجو الخماسين من ساعات الأحد على الاثنين ونهار يوم الاثنين حيث كما نراحظ ترتفع الصغرى إلى خمسةاش وترتفع درجة حارة يوم الاثنين نهارا إلى اثنين وعشرين درجة موية في ساعات النهار وتسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية المتمثلة بالتقس الدافئ والجاف والمغبر ولكن ينتهي تأثير هذه الأحوال الجوية الخماسينية مع ساعات المساء والليل حينما تنخف الدرجات الحارة من جديد إلى مستويات باردة نستعرض درجات الحارة العظم وتوقع يوم السبت والصغرى التي تسبت على الأحد في مدن ومحافظات المملكة في إربة 15 إلى 8 درجات في جرش 17 إلى 10 في عجلو من 14 إلى 7 وفي مفرقة من 17 إلى 9 درجات مئوية المناطق الوسطى في العاصمة 14 إلى 9 كذلك من في الصلط 15 إلى 10 في مادبة 22 إلى 17 في البحر الميت و18 إلى 11 درجة مئوية في الزرقاء المناطق الجنوبية في الكرك 17 إلى 11 في الطفيلة 16 إلى 10 في معاما من 21 إلى 9 درجات في الشراء من 14 إلى 9 أما في خارج العقبة فترتفع العظم إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى إلى 16 درجة مئوية المنطقة الشرقية في الواشد 20 إلى 11 في الصفاوي 19 إلى 11 وفي الأزرق من 21 إلى 11 درجة مئوية إذن هذا كان يكون مدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة أتمنى لكم جميعا مساء سعيد إنما كنتم دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال اشتركوا في القناة